أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير المهم أصدقائي دائما في يوم السبت والأحد ما نبدأ أخبارنا بتقييمات الإهانة التي كالعادة ما شاء الله هم متفوق ويبهرون بنتائجه الرائعة للغاية الأمان أصبح مسلسل كما قلت رائع لدرجة أن التقييمات تنخفض أسبوع بعد أسبوع بدلا من أن يرتفع قولوا ما شاء الله كلا نضربه بالعين المهم أصدقائي حصل في فئة التوطال على 0.77 وفئة إي بي حصل على 0.34 وفئة إي بي سي وان حصل على 0.43 وبالصراحة والله هذه السلسلة لا أعرف لماذا لازالت مستمرة في العرض رغم هذه التقييمات الجد سيئة وهناك أيضا أصدقاء العديد كانوا يفترضون أنه بعد انسحاب سيلة تورك أغلو من الأمانة وبقاء خليل إبراهيم جيهان فهذا كان كافل نجاح السلسلة وستبقى السلسلة على نفس المنوال حتى بعد انسحابها ولكن لم تسر الأمور كما توقعوها وبكل صراحة كما قلت في بداية الفيديو كان يجب أن يتم إيقاف السلسلة منذ وقت طويل كما أيضا العديد قالوا أن الأمانة وخليل ونانا هم فقط الموجودين على جدول الأعمال ويحصلون على قوائم جيدة جدا ولكن أصدقائي كما تعرفون الأمانة يحصل على قوائم جيدة في ليزي وغيرها بسبب التعليقات السلبية ومن يقول أن الأمانة مسلسل ناجح فهم مخطئون تماما وهم يقولون هذا الأمر لأن خليل ونانا فازوا بالرتبة الثالثة في قائمة بيلجيك أكثر الأزواج الشعبية وتحدثا في هذا الأسبوع ما بين 18 إلى 24 يونيو وأيضا في نفس القائمة حصلت سلسلة الأمانة على الرطبة الرابعة تأكثر المسلسلات تعليقا على وسائل التواصل الاشتماعي وكما أيضا ووفقا للبيانات الحالية فإن خليل إبراهيم جيهان حصل على الرطبة الثالثة في قائمة الممثلين الدكور الأكثر حديثا عن هذا الأسبوع وتعرض أيضا عمر جيكو للعديد من التعليقات بسبب تعليقه على صورة خليل إبراهيم جيهان الذي نزلها البارحة على حسابه الخاص الأنستجرام وقال عمر في هذا التعليق لقد أربقت تركيا يا أخي الآن حان دور دبي والعديد أصدقائي قالوا له يعني لعمر هو أصلا يعني خليل غير معروف في تركيا وأنت تمدحه بهذا الشكل وهناك من قال عمت أكثر خطئة لخليل إبراهيم جيهان وهناك أيضا من قال الحمد لله أن خليل إبراهيم جيهان ربي عوضه بمشاعر أخ حقيقي وقالوا أن هذا التعليق على آخر صورة نزلها خليل إبراهيم جيهان على حسابه الخاص الأنستجرام هو تعليق شميل جدا وفيه روح الدعابة المهم أصدقائي نحن كفانز دائما نتمنى لخليل إبراهيم جيهان التوفيق سواء في حياته الشخصية أو العملية كما أيضا أصدقاء العديد من الفانز نزلوا صورة خليل إبراهيم جيهان التي نزلها البارحة خليل ونزلوا أيضا صورة ألب نفروز وقاموا بمقارنة بينهم والعديد من محبين خليل قالوا كيف يعقل أن السيلة فضلت ألب نفروز على خليل إبراهيم جيهان لأنه لا علاقة ولا مجال للمقارنة بين خليل وألب نفروز لأن خليل إنسان رازي وأجمل بكثير من ألب نفروز وكاريزما كما أيضا هناك من قال العكس صحيح خليل إبراهيم جيهان يحاول تقييد ألب نفروز لأنه البارحة قام بنفس تسريحة شعر ألب نفروز وهناك من قال لا خليل مستحيل أن يقلد ألب نفروز لأن خليل دائما هو الأصل وأصدقائي هذا مجرد كلام وهراء ومستحيل لا خليل ولا ألب نفروز يقلدان بعضهم البعض وأخيرا أصدقائي أريد أن أقول لكم فقط حاولوا دائما تجنب الانتقادات وبالخصوص عن سيلة تورك أغلو لأنها مؤخرا تعرضت للعديد من الانتقادات وبالخصوص من طرف الصحفي للأسف لأنهم حاولوا تشويه صمعتها بشتاء الطرق رغم أن الرحلة كانت رحلة جماعية وتم تنظيمها من وكالة الأعمال لمدة عشرة أيام ولكن رغم كل شيء وللأسف الصحفيين فقط يحاولون كثم صالحهم الشخصية ولا يهمهم شيء لا أعرف لماذا التقطوا صور فقط لسيلة تورك أغلو والبنفروز ولم يلتقطوا صور جماعية لأن اليخت كان مليء بالعديد من الممثلين والمصممين وكما قلت دائما أكيد أيضا الصحفيين هم أيضا يعني على ما أظن مدفوع لهم للترويج فقط لا تلوم أبدا سيلة تورك أغلو لأنني قلتها وأعيد الكر أن الترويج أمر عادي جدا في توركيا وحتى الصور التي تم التقاطها لم تظهر أي حركات بين سيلة وألب نفروز تبين على أنهم حقا على علاقة غرامية أما من يقول لي أن لباسها يثبت على أنها على علاقة غرامية بألب النفروز أقول لكم أنه في توركيا أمر عادي جدا أن يرسدوا المايو حاولوا ألا تتقلدوا بأي شخص لأنه والله أصعب شيء هو التحدث عن أعراض الناس وبالخصوص أعراض النساء وأنا دائما وأبدا لن أتحدث لا على سيلة تورك أغلو ولا على خليل إبراهيم جيهان بالسوء وهذه ليست من صفاتي المهم أصدقائي دائما نتمنى لسيلة وخليل معا التوفيق والنجاح في حياتهم الشخصية والمهنية إلى اللقاء وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة مع السلامة